وحييكم من جديد النفط مقابل تحول دمشق لقاعدة هجوم إيرانية على إسرائيل مبدئياً هذه من بين أوراق تهران التي تبتز بها نظام الأسد في سوريا هذه المعطيات أكدها تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو حين قال إن قوات بلاده تسعى لمنع إيران من ترسيخ نفسها في سوريا ومن بين ما قاله أيضاً أن الجيش الإسرائيلي يعمل على منع نقل الأسلحة الدقيقة إلى حزب الله في لبنان ومنع الأنشطة النووية الإيرانية تصريحات نتنياهو يعززها المرصد السوري إذ كشف أن طهران تعمل على تنصيب بطاريات دفاع جوي إيرانية في سوريا وبشكل أكثر تفصيلاً أوضح المرصد أن بطاريات الدفاع الجوي سيجري تنصيبها في ثلاثة مواقع على الأقل جنوب وجنوب غربي دمشق وقرب مطار دمشق الدولي وضمن هذا المنوال كشف تقرير لمجلة نيوزويك أن إيران سعت إلى إنشاء شبكة دفاع جوي شاملة في سوريا وهو ما تسعى إسرائيل إلى أحباطه من خلال غاراتها المتكررة وكشف الطيران الإسرائيلي أن القصف على مواقع تابعة لميليشيات إيرانية في دمشق وريفها منذ أواخر عام 2017 وسط عجز دفاعات النظام التصدي لها وقالت نيوزويك أن القوات الإسرائيلية نفذت سبع غارات ضد الشبكة الإيرانية النشطة في سوريا خلال العامين الماضيين وخصت بالذكر غارات استهدفت تدمر وترطوس واللاذقية في أكتوبر 2021 واللاذقية إذن في ديسمبر 2022 بالإضافة إلى غارتين في حمص أواخر 2022 وكان المرصد السوري قد أحصى خلال العام الفائت 32 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية فيما استقبل السوريون السنة الجديدة باستهداف إسرائيل لمطار دمشق الدولي والذي أدى إلى إخراجه مؤقتا عن الخدمة ترجمة نانسي قنقر